إيه اللي يخلي السلوك المريدين يكون فيه شيء ما خارج عن الإطار الشرعي بالنسبة لهم أو بالنسبة لمن يتابع حتى هو مش خارج عن الطريق الشرعي يعني كلهم بيصلوا ويقيموا الفرائض ومشين على تعليم الإسلام نمرة واحد يعني قمة التشرع بقى الحقيقة بعد كده ما بيخلفش هيخلف في إيه هو دي حاجة يعني ما فيش سلوكيات تفسد على الموضوع يعني وقاره أو لا السلوكيات دي إحنا ما نعرفهاش السلوكيات دي للخزعبلات اللي بتحصل بقى غير دي ما تحسبش على المتصوفين زي إيه اللي بتشوفه مش المفروض يحسب عليهم المخلفات اللي بتحصل في الموالد والجماعة اللي هما ممكن واحد يعمل حركات مش مظبوطة في الأماكن يعني بتاعت الموالد دي ومخلفة ويبقى الموالد فيها أشكال منها يعني تخالف الشريعة الإسلامية اختلاط الرجال بالنساء والبنات والإيه ويوسخوا الجامع ده المتصوف ده نظيف يعني مثلا في المساجد تبصت لا بيأكلوا ويوسخوا المسجد ومش توسخ الأكل بس ده أنا شفت اللي بيعمل حكته في الجامع على المكت ده متصوف لا التصوف نظافة ضمن الإسلام نظافة يعني فده مش متصوف ده إدعاء بقى وفيه المدعين اللي هو يقف ويقول حاجات وكان فيه فرق بين حاجتين بقى مهمين الحاجتين الحاجة فيه ناس مخويين مهمين العوالم الأخرى مخاوي بيسمع حاجات ويعملها حاجات بس حاجات حصلت مش حاجات مستقبلية لأن العوالم التانية ما تعرفش المستقبل ما يطلعوش على حاجة يا حول تسترق السمع بس استرق السمع ده انتهى وأننا لمسنا السماء لما جاء الرسالة المحمدية الصورة الصورة اللي معروفة وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وشهوبة خلاص فيش استرق للسمع فمحدش يعرف ففي ناس تبقى مخاوي في فرق بقى في فرق احنا كنا نعرفه واحد يجي يقول لي انت أخوك في أمريكا كالملوخية دلوقت ايه طب انت جبت ايه طب هم قالوا لك قالوا لك اني لكن هل اطلحت على الغيب يعني فيه ناصرون وقل عددها يعني الآية بتاعت الآية عشان اختكرها قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل الله ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فيه ناس بيشوف يطلع على ربنا بيديه يعرف ويعرف ما يدور في خلدي دول دي حاجة ودي حاجة أنا ممكن أعرف وأنا قاعد أعرف ده ايه الفرق بين الإثنين بين المخاوي وبين الرجل الصالح فديت مفهومة ليه لبعض الناس موسيقى